أكد وزير الخارجة سامح شكري لنظيره التنزاني أوجستين واهيجا اهتمام مصر بتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المصرية إلى تنزانيا جاء ذلك على همش مشاركة شكري في الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية في موريتانيا حيث التقى كذلك بنظيره الأغندي سامكو تيسا واقترح شكري بإنشاء مجلس رجال أعمال مشترك بين البلدين يأتي هذا بينما التقى شكري بالسكرتير الدائم لمجموعة دول الساحل الخمس مامان سامبوت سيديكو وأكد شكري على دعم مصر لأنشطة المجموعة من أجل مكافحة الإرهاب ودعمها للقوة المشتركة الجاري تكوينها في إطار المجموعة